إذا تصرفت المرأة أمامك بهذه الطريقة فهي تعشقك بعالم الحب والعليقات في لغة صامتة تتخطى الكلام والتعبيرات اللفظية لغة تحكيها بالعيون بتترجم بالحركات وبتوصلك بتصرفات صغيرة بس بتحمل أعمق المعاني ولما بتتعلق هذه القصص بالمرأة هاللغة بتصير أكثر تعقيدا وسحرا وكأن شفرة خاصة تكشف لك إذا كانت بتحبك عن جد أو لا بهذا الفيديو رح نحكي عن أهم الإشارات اللي بتدل إنه المرأة مغرومة فيك بغاط لايك كتوب تعليق وتابع معي الإشارة الأولى لغة العيون لما النظرات بتحكي العين بتكون نافذة الروح وبالحب بتكون هي الوسيلة الأقوى للتعبير عن المشاعر إذا كانت المرأة بتطلع فيك بتركيز وتمعهم وكأنه شايفي فيك شي بشد انتباهها بشكل مستمر فهيدي علامة قوية إنه حاسي بشي أكتر من الإعجاب النظرات العميقة والمطولة بتدل على إنه عم تحاول تستكشف جواتك وبتعني إنه مهتم فيك عاطفيا بشكل كبير وإذا كانت المرأة بتخجل أحياناً وبتطلع وبترجع بتشيل عيونها وبتطلع عني بعيد وبترجع بالدورة إليك بعيونها فهيدي بيعني إنه عم تحاول تخبي مشاعرها بس ما عم تقدر هالتردد بالنظرات بعبر عن صراع داخلة بين رغبتها بالاقتراب بينك وخوفها من إنه تفضح مشاعرها كلياً النظرات المتكررة وغير المتوقعة كمان بتعني إنه بدت ضل على تواصل معك حتى لو ما في كلام يقال الإشارة الثانية هي الاهتمام بالتفاصيل هيدا بنسميه الانتباه الصامت المرأة اللي بتحبك بتركز على التفاصيل الصغيرة ممكن تلاحظ شغلات أنت ما بتنتبه لها مثل تغير بطريقة لبسك أو بملامح وشك لما تكون متوتر هيدا الاهتمام بالتفاصيل بيدل على رغبتها إنه تكون قريبة منك وتفهمك بشكل أعمق هي هون مش بس مهتمني بشو لابس بس كمان بتنتبه لحالاتك المزاجية وتغيراتك البسيطة اللي بتصير بسلوكك وهشتيب يعني إنه بتعتبرك شخص مميز بحياتها كمان استعدادة إنه تساعدك من غير ما تطلب منها هيدا المساعدة وتكون حدك بالأوقات الصعبة هيدا رح يعكس مشاعرها الحقيقية المرأة اللي بتركز على تفاصيل حياتك وبتتفاعل مع احتياجاتك بشكل عفوي وبتساعدة تكون سند إليك بدون ما تطلب منها هالشي كل هيدا التصرفات بتعني إنه بدها تكون جزء من حياتك اليومية وتبني معك علاقة قوية ومتكاملة الإشارة الثالثة اللمسات الخفيفة هيدا إشارات الجاذبية اللمس هو من أكتر الطرق فعالية للتعبير عن المشاعر بدون كلام إذا كانت المرأة بتمسكك بطريقة عفوية وخفيفة سواء بإيدة على كدفك أو لمس خفيفة على ذراعك فهي عم تحاول تظهر إنها مرتاحة حدك وبتحس بالأمان معك هاللمسات ممكن تكون وسيلة للتقرب منك وغالبا بتكون غير واعي وغير مقصودة منها بس بتعني كتير بعالم الحب كمان اللمسات الخفيفة هيدا ممكن تعبر عن رغبة بالتواصل الجسد اللي بيتخطى لحدود العادية للعلاقات لما تختار المرأة تكون قريبة منك جسديا بشكل متكرر فهيدا بيعكس رغبتها ببناء علاقة أكثر حميمية وتواصل عاطفي أعمق وهاللمسات ممكن تكون بداية لعلاقة ارتباط تكلل بالزواج والتفاهم وبتصير هيدا حركات رمز للتعبير عن الحنين والرغبة بالحفاظ على القرب بينتكم والرغبة بالارتباط فيك إشارة جديدة وهي الابتسامة الدائمة مرآة السعادة الابتسامة هي أكثر من مجرد تعبير عن السعادة أو اللطف هي إنعكاس لشو القلب حاسس إذا كانت المرأة بتبتسم لك كتير لما بتحكي معك لما تشوفك لما تحكيها خاصة إذا كانت ابتسامتها بتظهر حتى بلحظات الصمت فهيدا علامة على أن وجودك بيملي قلبها فرح المرأة اللي بتحبك بتحس بسعادة كبيرة لما تكون أنت حدة وبتظهر هالسعادة بابتسامتها الدائمة ابتسامة المرأة إذن وفق خبراء علم النفس ممكن تكون تعبير عن الراحة والأمان العاطف اللي بتحسه بوجودك لما تشوف أنت الابتسامة دائمي على وجهها بوجودك فهيدا بيعني أنك بتشكل مصدر راحة وسرور لها الابتسامة ممكن تكون مرفقة بضحكات خفيفة ونظرات هادية بتعكس إعجاب عميق ورغب بالتواصل معك على مستوى أعمق وإشارة أخرى الميل للموافقة وهيدا أكبر تعبير عن الانسجام العاطفي المرأة اللي بتحبك بتميل لتوافق على آراءك وتتجنب الخلافات معك ممكن تلاحظ أنها بتوافق على معظم اللي أنت بتحكيه آراءك انطباعاتك موافك شو بتحب وشو بتكره هي معك وبتحاول تتفهم وجهة نظرك حتى لو كانت هي وجهة نظرة مختلفة هالميل للموافقة مش ضعف بس هو رغبة بصنع انسجام عاطفي معك ولا تخلي العلاقة بيناتكن أكثر تفاهما وتواصل كمان المرأة ممكن تظهر استعداد للتنازل عن بعض آراءة أو تفضيلاتها لحتى تحافظ على السلام والانسجام بالعلاقة معك وهالتضحية الطوعية بتجي من رغبتها لتخلي علاقتكن خالية من التوتر والخلافات وهالشي بعزز شعورها بالاستقرار والأمان العاطفي معك لما توافق المرأة على آراءك وتظهر استعدادها للانسجام معك فهي هون عم تعبر عن رغبتها ببناء علاقة متوازنة ودائمة وكتير عميئة فيك الغيرة الصامتة اللي هي أكبر دليل حرص على العلاقة وحدة من الإشارات كمان اللي بتدل على عشقة لا إلك الغيرة أحيانا ممكن تكون علامة قوية على الحب إذا كانت هالمرأة بتظهر شوية غيرة لما تحكي عن غيرة أو بتلاحظ إنك مهتم بغيرة فهي بلا شك بتحس إنك شخص مميز وبتخاف تخسرك بتخاف تجي وحدة تانية وتاخدك منها هالغيرة ممكن تكون بسيطة بس بتحكس شعورها العميئ بأهمية العلاقة بينتكن الغيرة الصامتة ممكن تظهر كمان بتصرفات تانية مثل مراقبة ردود فعلك اتجاه الآخرين أو محاولة لفت انتباهك إذا شعرت إنك مهتم بشخص آخر هالغيرة هي تعبير غير مباشر عن حبها ورغبتها إنه تكون هي محور اهتمامك مش حدا تاني مع إنه الغيرة ممكن تبين سلبية أحيانا بس بسياق الحب ممكن تكون مؤشر على مدى تعلق المرأة فيك وحرص على استمرار علاقتها معك الإنصاط الفعال دليل على الاهتمام وعلى الحب كمان المرأة لما تحب بتصير مستمعة رائعة تسمع لك بعناية وبتهتم بكل كلمة انت بتقليعها ممكن تلاحظ حتى إنها بتذكر لك تفاصيل صغيرة من محادثات سابقة وبتتابع أخبارك وبتسأل عن تفاصيل يومك وهيدا الإنصاط الفعال بيعكس اهتمامها الحقيقي فيك ورغبتها بإنها تعرف كل شي عم بصير بحياتك هالإنصاط بيتجاوز مجرد الاستماع للكلام هي مش بس عم تسمع لك لا هي عم تفهم مشاعرك وعواطفك اللي عم بتعبر عنها عم بتحاول تستوعبها وتتفاعل معها المرأة اللي بتحبك رح تسعى لتفهم من كلامك شو حاسس انت وشو اللي عم يقلقك ورح تحاول تبذل جهد لتقدم لك الدعم والنصيحة إذا لزم الأمر وهالنوع من الإنصاط بدل على رغبتها ببناء علاقة قائمة على التفاهم العميق والتواصل العاطفي الصادق ومن هيدا الإشارة رح نروح على إشارة تانية وهي الإهتمام بمظهرها وهيدا أكبر دليل على رغبتها بلفت انتباهك المرأة اللي بتحبك رح تهتم بمظهرها وبتحرص تكون بأحسن حالاتها لما تكون معك ممكن تلاحظ إنها بتختار تيابها بعناية وبتعتني بمظهرها بشكل خاص لما تكون بدها تلتقي فيك عيدا الإهتمام مش بس لأنه بدها تبين حلوة بس كمان لتفرجيك إنها مهتم برأيك فيها وبدها تلفت انتباهك بالإضافة لذلك هالاهتمام ممكن يظهر كمان من خلال ملاحظتها لتفاصيل مظهرك أنت ممكن تمضح تصريحة شعرك جديدة أو تختار لك ألوان تتناسب مع ذوقك بتيابك وهالشي بيعكس رغبتها تكون جزء من حياتك اليومية رح تلاقيها عم تقول لك هيدا اللوم بيلبق لك هيدا اللوم ما بيلبق لك البوست هيك رتب هيك عمول هيك تعطيك شفية نصائف تعلق بمظهرك لأنه حاب بتورجيك اهتمام بمظهرك وهالاهتمام المتبادل رح يعزز من مشاعر التقارب والرغبة ببناء علاقة متينة قائمة على الإعجاب والاحترام المتبادلين السعي لقضاء وقت معك إشارة أخرى بتدل على عشق لإلك وهيدي تعتبر من أبرز علامات الحب عند المرأة لما تلاقيها عم تسعى طول لتقضي أكبر وقت ممكن معك بتلاقيها بتبادر بتحديد لقاءات أو بتطلب منك ترافقة بنشاطات مختلفة مش بس لأنه بتستمتع بوقتة معك وماعتبرتك فرند لا إلا لا كمان لأنه بدأ تعزز العلاقة بيناتكن قضاء الوقت معك هو طريقة للتواصل والتقارب العاطفة المرأة اللي بتسعى لتقضي وقت معك عم تكشف بذلك رغبتها إنه تكون جزء من حياتك اليومية وهالسعي بيعكس مدى تعلقة فيك ورغبتها ببناء ذكريات مشتركة معك هيدا الشي رح يعزز العلاقة ويأول روابط العاطفية بيناتكن إذا كانت المرأة بتحب تكون معك عطول وبتبادر بتنظيم اللقاءات وبتطلب منك المواعيد فهيدا معناته إنه بتقدر وجودك بحياته وبدأت حافظ على هالعلاقة بالنهاية أصدقائي الحب بيظهر بالتفاصيل الصغيرة والتصرفات العفوية اللي بتعبر عن مشاعر ما بتنقل بالكلمات إذا أنت لاحظت هالإشارات بتصرفات المرأة معك فلازم تعرف إنها بتحبك بصدق الحب مش بس بشوء منقول بل هو بشوء منعمل بدون ما نحس حتى لما نجمع هالتصرفات سوا رح نلاقي إنه الحب عم يحكي بأبلغ مما ممكن الكلمات تعبر بالآخر الحب مش مجرد كلمة بتنقال هو مشاعر بتنحس وبتنعاش من خلال التصرفات الممكن تبين بسيطة بس بتحمل معاني عميقة كتير إذا كنت قادر تلطئت هالإشارات وتفهمها رح تقدر تشوف الحب الحقيقي اللي ممكن يكون مختي وراء تصرفات بتبين عادية بس بتنطئ بمشاعر صابة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنع